المنتخب وشيرة الاندية في المشورها الافريقي اللي هو قلدا بيهم مصر جدا لانه بيفرز احتكاكات لصالح المنتخب وبيعمل مكانة للكورة المصرية عندك فرقتين عندك ثلاث فرق في افريقيا وفرقة في البطولة العربية ماش كده طيب الثلاث فرق اللي في البطولة الافريقية والفرقة اللي في البطولة العربية هم عشان يكملوا بنجاح لدي بيبقى عندهم نشاط محلي قوي نقطه نقطه الثانية ده انت من انت مشايف ان كل العرب بيرجعوا الدوري بتاحهم كله كل افريقيا تقريبا العالم كله حتى بترجع الدوري بتاحها ابقانا بقى الدولة الوحيدة اللي خايفة ترجع الدوري بتاحها على عكس السياسة الدولة اللي بتفتح السياحة وبتفتح الطيران ايه الرسالة يا جماعة اللي عشان الانتماء الدي انك تخيز نادي او تدافع عن نادي بتضحي بيه بسمعة بلد او بمصلحة بلد من فضلكم العالم كل حولنا بتصرف طبيعي اللي احنا لن تحطونا تحت هذه التفسيرات والتأولات والضغوط لاخر لحظة اتمنى ان نراعي فقط ان اذا كان الكورونا امر واقع والدولة هتبتدي التعامل معها لانه امر واقع جزء من النشاط زي المصنع اللي بتفتح زي المستشفى اللي بتتفتح زي المدرسة اللي بتتفتح زي اي حاجة بتتفتح السياحة والمطارات يبقى الكورة بكل اسهل اسهل شيء الرياضة اللي تقدر تعمل عليها كنترول ضد الكورونا من كل مناحي الحياة اذا العودة الامنة ممكنة جدا